في خطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وإعلان وحدة القرار بشكل كامل خرج إعلان بكين ببيان توافقي من 14 فصيلا فلسطينيا بعد جولة المحادثات الثانية في العاصمة الصينية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه بكافة الوسائل المتاحة كان من أهم بنود البيان وعليه وجوب توحيد الجهود لمواجهة العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية المدعومة أمريكيا إضافة إلى الاتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة بناء على توافق الفصائل جميعها وتوحيد جميع المؤسسات الفلسطينية في أراضي الدولة وفك الحصار الهمجي عن غزة والعمل على إعادة أعمار القطاع الخطوة الأولى هي الدفع باتجاه وقف إطلاق نار شامل ودائم ومستدام في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن والخطوة الثانية هي التمسك بمبدأ الفلسطينيون يحكمون فلسطين والعمل معا لتعزيز الحكم في غزة بعد الحرب مبادرة ثلاث خطواتنا الصينية شملت أيضا تشجيع البدء في تنفيذ حل الدولتين ومواصلة الجهود حتى تحقق الفصائل وحدة الأمة الفلسطينية وإقامة دولتها المستقلة وإدخال المساعدات الإغاثية من دون شروط واليوم إحنا إذ نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية نقول بأن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو وحدتنا الوطنية ولذلك نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها كما تم الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي للشراكة في صنع القرار السياسي من أجل تشكيل المجلس الوطني الجديد وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية توحيد القرار الفلسطيني من دون ضغط من أي طرف هو أبرز ما ميز إعلان بكين في توجه تريده الصين أن يعمم دوليا لضمان استقلال القرار الفلسطيني ورفض مصادرته جواد علي بكين الميادين